وتحقيق نهضة واسعة في الخدمات في خطابه المتناقض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك استعرض رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني إنجازات وهمية ومزعومة لكسب دعم دولي للاستمرار حكومته الغارقة بالفساد وسيطرة الميليشيات عليها كلمة السوداني تحولت إلى سرد عما سماها بإنجازات حكومته المتعلقة بالشفافية والحوكمة الرشيدة والقضاء على الفساد وصون سيادة البلاد فيما تناسى السوداني أن العراق يتصدر مراتب متقدمة في مؤشر الفساد الدولي كما تطرق السوداني إلى ما وصفه بإرادة الاتفاق والتفاهم التي تمخض عنها ولادة حكومة تضم كل الأطياف والمكونات في حين يعلم الجميع ما تمارسه حكومة السوداني وما سبقها من الحكومات المتعاقبة من استمرار السياسة الإقصاء والتهميش وفق محاصصة طائفية رئيس الحكومة الحالي لم يتطرق إلى الميليشيات التي أدارت وأشرفت على عمليات الفساد ومنها سرقة القرن وفقا لمجلة الإيكونوميست إلا أنه ناشد دول العالم إلى مد يد العون من أجل استرداد الأموال المنهوبة التي تورط بتهريبها مسؤولون حكوميون مع أنه هو الذي يرعى ويحمي منظومة الفساد في البلاد أما عودة النازحين التي وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش بالقسرية والتي عرضتهم للخطر بعد تركهم في العراء قال عنها السودان ودون حياء إن حكومته وفرت ضمانات عودة طوعية لمئات آلاف المهجرين من مناطقهم وهكذا استرسل السودان بوصف العراق وكأنه جنة الأرض في ظل حكومته متجاهلا ما وصلت إليه البلاد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء الخدمات وانتهاكات حقوق الإنسان من القتل والاعتقال والتغييب القسري فضلا عن الفساد المستشري برعاية الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران